السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتلت هذه الحبوب المرتبة السادسة عشر بين النباتات الأكثر استهلاكا في العالم حيث تعتبر هذه الحبوب العنصر الرئيسي في النظام الغذائي لبعض الناس فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي لا تحتويها النباتات الأخرى وهذه الحبوب هي من الحبوب الكاملة يتوفر العديد من أنواع الحبوب التي تساعد في إزالة السموم من الجسم والمساعدة في التخلص من مشاكل وأمراض الجسم المختلفة أهمها هذه الحبوب فما هي وكيف يمكن استخدامها؟ إذا كنت تبحث عن حبوب غنية بالكثير من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم وذات طعم اللذيذ فسوف تجدها في هذا الفيديو حيث أننا سنقوم اليوم بعرض أهم فوائد حبوب الدخن بالإضافة إلى أن تناول الدخن يحميك من أمراض مزمنة في جسمك لمدة 100 عام يحتوي الدخن على نفس كمية البروتين الموجودة في القمح وهو مصدر جيد للنياسين فيتامين بي سيكس وحمض الفوليك كما يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزينك والفوسفور الدخن خالي من الكلوتين الدخن هو عبارة عن حبوب صفراء صغيرة ويمكن تناول الدخن كحبوب ويمكن استخدامه أيضا في الوجبات الخفيفة وأنواع أخرى من الخبز حيث أنه غني جدا بالنشأ ومصدر جيد جدا للكثير من العناصر الغدائية من الفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية التي يمكن أن تعزز بشكل كبير صحة الإنسان بطرق مختلفة ويمكن إعداد الدخن بطريقة مماثلة للأرز عن طريق غلي الحبوب في الماء ثم تغطيتها حتى تمتص الماء والنتيجة هي حبوب مليئة بالعناصر الغدائية يمكن أن تتحول إلى طبق جانبي على الصفرة أو حتى طبق رئيسي الفوائد الصحية للدخن إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا أو تحاول ببساطة تقليل كمية اللحوم التي تتناولها فإن الدخن يعتبر اختيارا جيدا وإضافة جيدة للبروتين بدلا من اللحوم ولكن الدخن لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات كافية ولذلك فإن إضافة بعض الحبوب الأخرى مثل الفاصولية أو الفول سيعطيك كل الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لتصنيع البروتين تعادل إضافة الدخن إلى النظام الغذائي الخاص بك تناول الكثير من المواد الغذائية التي يحتاج الجسم إليها حيث يعتبر الدخن مصدر جيد لمجموعة فيتامينات بي والتي تساعد في استقلاب الطاقة وتنشيط الأنزيمات المختلفة وتنظيم وظيفة الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء كما تحدثنا تحتوي حبوب الدخن عن الكثير من المعادن الأساسية ومن هذه المعادن الماغنيسيوم حيث يعتبر الماغنيسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم ويلعب دورا هاما في أكثر من 300 تفاعل أنزيمي في الجسم كما أنه ضروري لوظيفة العضلات والأعصاب يساعد تناول الدخن على تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة حيث يحتوي الدخن على كميات كبيرة من الفينولات والتي تعمل كمضادات التأكسد تساعد على منع الإجهاد التأكسدي والضرر الناجم عن الجذور الحرة الضارة كما تساعد هذه الحبوب أيضا على الوقاية من أمراض القلب والسرطان وهشاشة العظام ومرض السكري يمكن تناول حبوب الدخن إذا كان الشخص يتبع نظام غذائي معين خالي من لغلوتين لأن الدخن لا يحتوي على لغلوتين ضمن مكوناته ومن الأمراض والحالات التي تشمل عدم وجود لغلوتين ضمن النظام الغذائي تشمل الفوائد الصحية للدخن قدرته على حماية القلب ومنع مرض السكري وتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض خطر الإصابة بالسرطان وإزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الجهاز التنفسي وتعزيز وظيفة جهاز المناعة يعتبر الدخن من المواد الغذائية التي تساعد عضلة القلب على ضخ الدم بشكل جيد وتساعد في تقويتها بسبب احتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات فالدخن مصدر غني كما تحدثنا بالمغنيسيوم وهو من المعادن المهمة للحد من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بنوبة أو جلطة قلبية خاصة في حالة تصلب الشرين كما أن عنصر المغنيسيوم الموجود في دقيقة دخن يعمل على الوقف من الأعراض المصاحبة للصداع النصفي والنوبة القلبية ويعمل فيتامين النياسين على التخفيض من نسبة الكوليسترول الضار في الدم كما يشتغل عنصر الفوسفور على امداد الجسم بالطاقة ومعالجة أنسجة الدم التالفة الدخن أيضا مصدر كبير للبوتاسيوم والذي يعمل كعامل توسيع للأوعية الدموية مما يبقي ضغط الدم منخفضا إن مستويات الألياف العالية في الدخن تجعل منه غذاء مثاليا لخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب حيث يعتبر وجود الألياف الغذائية بشكل كبير بأن له دور كبير في التقليص من امتصاص الكوليسترول السيء ويعزز أيضا من تأثيرات الكوليسترول الجيد يقلل الدخن من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من المغنيسيوم حيث يعتبر المغنيسيوم واحدا من المعادن الهامة لزيادة كفاءة الأنسولين ومستقلبات القولوكوس في الجسم وبالتالي منع هذا المرض وقد لوحظ انخفاض نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة 30% للذين يتناولون نظام غذائي غني بالمغنيسيوم يساعد الدخن على زيادة حركة الأمعاء والقضاء على مشاكل الإمساك والغازات الزائدة والانتفاخ وذلك من خلال تنظيم عمليات الهضم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي يعمل تناول الدخن على بناء العضلات وتقويتها وذلك لما يحتوي عليه من نسبة مرتفعة من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تحفز نمو العضلات وتخفيض نسبة الدهون الأمر الذي يساعد على إنقاس الوزن ونمو العضلات بشكل صحي يحتوي الدخن على الأحماض الأمينية التي تعمل على الارتخاء الطبيعي وسوف تساعدك على الشعور بتوتر أقل أثناء النهار وهذا يساعدك أيضا على النوم بشكل أفضل ليلا يحتوي الدخن على الألياف والمغذيات النباتية وهذا المزيد يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون في الواقع يمكن استهلاك الدخن لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50% يحتوي الدخن على العديد من العناصر الغذائية الصحية المطلوبة لحسن سير العمل في الجسم وهناك حاجة إلى الحديد والنحاس في محتوى الدخن لإنتاج خلايا الدم وتحسين الأكسجين في الدم كما أنه يحتوي على الفسفور الذي يساعد على السيطرة على ضغط الدم أيضا وهذه المعادن جنبا إلى جنب مع المواد الغذائية النباتية سوف تساعد في بناء دفاع هائل ضد جميع أنواع الأمراض المزمنة مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته